تعالوا مع بعض الوقت نروح نشوف الصحف العالمية قالت ايه في المحترف يلا نبدأ جولتنا النهاردة قراءة الصحف العالمية والأوروبية بصحيفة ماركة الأسبانية اللي ركزت على إدواردو طبعا وتصرحاته حول رغبته بقدوم تشوماني طبعا لريا المدريد كتبت كما بينجا تحدثت بالفعل مع تشوماني وأتمنى أن يأتي لريا المدريد تحدثت الصحيفة كمان عن اللقاء أسبانيا والبرتغال اللقاء قوي جدا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت دوري اسم آخر للاستمتاع الصحيفة اهتمت كمان بتآهل أوكرانيا أوكرانيا بتفوز على طبعا إسكتلندا 3-1 وبتوصل للدور النهاية أو الملحق لطبعا التأهل لتصفيات كاس العالم في قطر وكتبت أوكرانيا تتأهل لمواجهة منتخب ويلز جاري سبيل وطبعا حضراتكم عارفين أن منتخب أوكرانيا مبارح فاز 3-1 على منتخب اسكتلندا وهيلعب المباراة النهائية الفاصلة للوصول لكاس العالم أمام فريق ويلز طيب لسه في أسبانيا سبورت الأسبانية ركزت على لقاء أسبانيا كمان مع منتخب البرتغال في دور الأمم الأوروبية عودت أنسو فاتي طبعا وكتبت أنسو فاتي طبعا لقد كان الأمر صعبا للغاية لكن يعني الحياة تتكرر حول اللقب تدور حول اللقب على التحديات الجديدة الصحيفة تحدثت كمان عن برشلونة وسوء الانتقالات وكتبت قمة ما بين خوان لابورتا وتشافي من أجل التعاقدات الصحيفة اهتمت بإعلان جاريسبيل رحيله كمان عن النادي الملكي ريال مدريد وكتبت وداع حزين لجاريسبيل في مدريد لسه في أسبانيا منذ بورتيبو الأسبانية ركزت على اهتمام طبعا برشلونة بالبلجيكي روميليو لوكاكو وكتبت لوكاكو في الغربة ومصير فرانكي ديونج وكتبت منشستر يونيتد يتحرك من أجل فرانكي ديونج الصحيفة تحدثت عن لقاء منتخب أسبانيا ومنتخب البرتغال في دور الأمم الأوروبية وكتبت اختبار صعب لمنتخب أسبانيا الصحيفة تمت بفوز الأرجنتين كمان على إيطاليا 3-0 في كاس في ناليسما وكتبت مهرجان أرجنتيني كما اهتمت بصراع باريس سان جرمان وريال مدريد على التعاقد مع لاعبين وكتبت ريال مدريد وباريس سان جرمان في حرب من أجل التعاقدات واضح جدا أنها يكون في خلال موسم الانتقالات في صراعات كبيرة جدا خاصة على مستوى طبعا فاريس سان جرمان وريال مدريد ولمان سيتي طبعا كلها في سبيل التنافسات في الموسم القادم على الدور المحلي وعلى دور أبطال أوروبا طيب صحيفة إنجلترا نروح لإنجلترا وصحيفة البريطانية ركزت على تأهل منتخب أوكرانيا لنهاي الملحة الأوروبي لمجهة ويلز في من أجل التأهل لنهايات كأس العالم وكتبت الإخوة في السلاح حضراتكم عارفين طبعا أجواء صعبة جدا جدا بتمر بها أوكرانيا لكن أوكرانيا قدرت تنتزع الفوز العاطفي في طريقها إلى كأس العالم والفوز على سكتلندا 3-1 اهتمت الصحيفة بمنتخب إنجلترا كمان اللي بيستعد لمواجهة المجر في الدوري الأمم الأوروبية كمان كان فيه اهتمام كبير بالصحيفة مع فرانك دي يونج طبعا لي منشستر يونيتد وكتبت فرانك دي يونج مع السلامة يعني طبعا فرانك دي يونج طبعا لعيم مميز جدا في برشلونة ولكن زي ما بقوله من حضراتكم فيه عملية تجديد وعملية استخدام لعيبة على مستوى عالي جدا في المان يونيتد فرانك دي يونج من اللعيبة المميزة اللي هكون ليها أكيد ظهور كبير ومحوري في وسط الملعب خاصة بعد طبعا رحيل بوكبا صحيفة الكيب الفرنسية ركزت صحيفة دي على تأهل منتخب أوكرانيا زي ما بقوله حضراتكم فيه مفاجأة لأن طبعا منتخب الإسكتلندي كان بيلعب على أرضه وسط جمهوره كان طبعا منتخب أوكراني بيمر بظروف صعبة جدا العالم كله عارفها ولكن ظهر بمستوى أكثر من رائع وقدر يكسب 3-1 والليه اللحاء طبعا بالملحة الأوروبي المؤهل للمنديال بعد الفوز على سكتلندا 3-1 وكتبت أوكرانيا لا تصدق طبعا كان مفاجأة كبيرة جدا الصحيفة تمت كمان باللقاء منتخب فرنسا مع منتخب الدينمارك في بطولة دوري الأمم الأوروبية وتتويج منتخب فرنسا تحت 17 سنة ببطولة أوروبا وكتبت الشباب يطوج ومنتخب فرنسا والمطبات نروح لصحيفة إيطاليا كوريديل سبورت الإيطالية اللي ركزت أكيد على هزيمة منتخب إيطاليا أمام المنتخب الأرجنتيني 3-0 في كاس فينالسما وكتبت نحن لا وفينالسما للأرجنتين وميسي طبعا هو طبعا صاحب هذا العرص وحصل على أفضل لاعف هذه المباراة ميسي بحصوله على هذه الكاس كمان الصحيفة كتبت فرق كبير في الجودة طبعا الصحيفة كانت اهتمت كمان بقرب انتقال بوكبا إلى اليوفينتوس وكتبت بوكبا في اليوفينتوس والاتفاق قريب اهتمت كمان الصحيفة باتفاق ساري مع لاتسيو لتجديد عقده وكتبت لاتسيو وساري هناك توقيع ده كان معظم أخبار الصحف العالمية وموقع على مستوى الأوروبي